تكلمتي في الموضوع بتاع أوبر طبعا والحادثة البشعة اللي هي شفناها اللي هي تعتبر تانية حادثة نسمحها في وقت قريب بعد الحكم على القتل أو اللي تسبب في وفاة حبيبة صحيح ايه رأيك في الموضوع بتاع أوبر والتطبيقات والحرية؟ هي تكلمنا كتير مبرح يا شنودة خاصة ان الواقعة التانية برضو كانت صعبة جدا والبنت كانت مهددة ان هي تغتصب وان هي تتخطف في الحادثة دي لولا ان احنا بنقول البنت كانت شجاعة بقدر كبير وقومت بكل ما لديها من قوة وربنا يعني يسلم وقدرت ان هي تهرم لكن مع الاسف مشاكل التطبيقات دي بقت متكررة جدا والحقيقة حادثة وردت تانية كل ما ده عمليين نكتشف ان الموضوع منتشر ومش بس في تطبيق واحد فاكتر من تطبيق دي حقيقة المشكلة ان ده كان امان اخواتنا بناتنا ولادنا هنتكلم النهاردة عن وقاقة جديدة مراتتنا امهاتنا ان انا بتابع وحتى لو هي راحة الرحلة بتبعتلي مصار الرحلة وبنتطمن للحاجات دي فعنصر الامان ده عنصر الامان ده ابتدى يبقى فيه مشكلة عنصر الامان ده ابتدنا نفقده مع تقرار الحوادث وزي ما قالت يستينا هي مش اوبر هي اوبر وكريم ممكن يكون فيه تطبيقات تانية فبقى فيه تحايل بقى فيه لعب بايه سبب وبيجي من دين انت تفتكري القصة جاي من دين حقيقة ان القصة طبعا ليها علاقة مين اللي بيشتغل في هذه الشركات وإيه المراحل اللي بيمر بيها قبل ما يشتغل يمكن مبارح كنا تكلمنا في الموضوع ده وفيه تحركات في مجلس النواب أشارنا ليها حول إجراءات التوظيف في شركات النقل الزكي خاصة ان ممكن شفنا في الوقاعة اللي فاتت منهم لما تعمل لهم تحليلات كانوا بيطاعاتوا مخدرات فده أولا شخص غير مسؤول ما ينفعش يكون مسؤول عن حياة الناس اللي بيركبوا معاه أطفال بقى سيدات نساء رجال كل الناس ما ينفعش شخص تحت تأثير المخدرات يكون مسؤول عن حياة حد وماشي على طرق طرق سريعة بقى سواء نوي يأزي حد معه داخل العربية أو يأزي لف الشارع نفسهم كمان فاحنا بنتكلم مشكلة مين اللي بيشتغل في الشركات دي يا شنودة واحنا مش ضد ان حد يوسع رزقه لكن يكون أمين على الشغلانة أمين على الشغلانة خصوصا ان هي زي ما قلنا فيها فيها عنصر أمان قديكي بقى التقيلة حتة التحليلات بتاعة المخدرات من زمان بيتم ضربها هو مفروض بيبقى تحليل بول وانا أعلم وشفت وقائع كده بيتم ضربها يعني ممكن يكون هو بيتعاطى وهو راح يشتغل بتتضرب بطريقة معي طبعا ما ينفعش أقول الطريقة دي على الهوى بس بتتضرب أو بياخد مخدرات بعدها وهو التحليل يتعمل مرة واحدة ده لو مش تحليل مفاجئ لكن لو مفاجئ الموضوع يختلف ده في بداية التعيين يعني هو مفروض راح يعمل ورقه وبيقدم فيشه وتشبيهه وبيقدم رخصته وبيقدم بياناته والكلام ده كل بتعمل التحليل هل ده اكتفاء؟ وبعدين برضه هو مش أمان بقول حضراتكو بيتضرب بيتضرب وانا عارف جيدا ان هو بيتضرب فالنهاردة عنصر الأمان أصبح مفقود أصبح مش موجود فالنهاردة بتتكرر معي الحواسي النهاردة هنتكلم في حادستين والحادستين يعني منيجي بس في تفسيراتهم هنتكلم عليهم فالمشكلة بقت هي ايه الضوابط اللي تخليني حس بالأمان ما كان زماني يقولك قصة التاكسي ممكن يحصل ويحصل ده اوبر مش عارف ايه ده كريم ايه ده دي دي ايه ده مش عارف ايه كل التطبيقات دي خاصة اني كمان يا شنودة يعني اسمح لي أضيف كمان جزئي على موضوع التحليلات انجلنا شكاوى والناس كتبت كتير جدا على السوشيال ميديا انها بتكون طلبة عن طريق التطبيق تلاقي حد بيكلمها من رقم تليفون يقول لها حضرتك طلبتي رايد او طلبتي سواء على التطبيق الفلاني طيب انا السواء اللي تبع الشركة دي طب انت تتواصل معي عن طريق التطبيق ايوه ليه بيبقى فيه بقى محاولات احتيال وان انا اخد يعني الرحلة دي على مزاجي ومش عايز التطبيق يحاسمني اقول هالج بالبلدي وشفتها برضو واقع مش كلام بيبصل بعض الرحلات ده مشغول بعد ما تروح لحد غريب تروح لواحد انا معرفة برضو احنا مش ضد دي بس لو دي بتفقدنا عنصر الامان لا طبعا ضدها لان ده مش قانوني لان خلي بالك تم اكتشاف انه ممكن يكون شخص واحد بس هو اللي مسجل على التطبيق بالبطاقة بتاعته والتانين مش موجودين منهمش وجود ايوه فده برضو بيفقدنا عنصر الامان على الناس اللي موجودة في هذه التطبيقات لا وممكن تعمل حاجة تاني برضو سمعتها من بعض هي مش كتير بس ممكن يستغلوا فيها حتة يعني ضعف معلومات البعض ممكن واحد يقولك طب اوبر او كريم او اي تطبيق او دي دي هاخد منك مثلا سي سبعين جنيه طب ما نطلع بره التطبيق واخد منك خمسين تحصل بقى دي حاجة تاني بتحصل مع بعض الناس زي ما تيجي مثلا تحجز عن طريق موقع معين في النت فتروح للقوتيل او الريستوران او اللي انت تابع عنه تقولك طب طلع الموقع وكانسل وانا هتديك بصوا بقى التحايل فطالما قبلنا مبدأ التحايل احنا بنتضر منه احنا كمستخدمين احنا وبناتنا وولادنا وامهاتنا وزوجاتنا واي حد بيتحط تحت الضغط